خمسة أشهر مضت على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا إلا أنها في حسابات الجياء حول العالم مرت وكأنها عقود أزمة غذاء عالمية خلفها الغزو الروسي على أوكرانيا البلد الذي يعد سلة العالم الغذائية حيث تعتمد أغلب دول العالم على الحبوب وزيوت الطعام الأوكرانية الغزو الروسي كدس أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية في الصوامع ميناء أوديسا على البحر الأسود وبعد أن يأيز الكثير من سكان العالم وظنوا أن لا منجى لهم من مجاعة محتمة وبعد وساطات دولية متعددة بات الفرج يلوح في أفق الجياع خاصة بعد أن وقعت كييف وموسكو اتفاقا لإعادة استئناف تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود اتفاقية ربما أبصرت النور تلك التي تمت في إسطنبول بوساطة تركية ورعاية أممية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش كان حاضرا وراعيا الاتفاقية وزف البشرة للعالم أجمع حين قال روسيا وأوكرانيا وضعت الخلافات جانبا وهذا الاتفاق يمنح الآمل لمن فقدوه في العديد من الدول وطالب الجانبين بسرعة تنفيذ بنود الاتفاق الوصية التركي للاتفاق بين الجانبين ممثلا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن أمله بأن تنتهي الحرب على طاولة التفاوض وتمنى أن يقود اتفاق تصدير الحبوب إلى إنهاء الحرب كليا وعلى الفور بادر الاتحاد الأوروبي إلى الترحيب بهذا الاتفاق ووصفه بأولى الخطوات على المسار الصحيح وشدد على ضرورة تنفيذه في أسرع وقت لإنقاذ مئات الملايين من براثن المجاعة حول العالم والسؤال الذي يتبادر في هذه اللحظات هل العالم أمام انفرجة حقيقية في أزمة الغذاء التي عصفت به خلال نصف عام تقريبا أم أن الاتفاقية ستظل مجرد حبر على ورق وأن الأزمات القادمة أعظم لننتظر حتى يجف حبر أقلام الموقعين على الاتفاقية وبعدها نعلن النصر أو الخسارة